موسيقى سناء افتاح يا سناء ما يصحش كده عيب اللي بتعمليه ده اللي بعمله ده هو الصح يا موين انك هتخرج من غير ما نتطمن عليك ده مجرد اشتباه يا ولية لسه اشتباه ما تقوليش عليا لما نتيجة التحاليل تظهر وتقول انك سلبي هبقى فتح لك وهي هتفرق معاكي انت بتفولي عليا ما انت طول عمرك بتقولي عليا سلبي مش وقت اهزار ده وباء خايف على نفسك يا سناء يا سناء لا خايف على العيال يا مونير وبعدين حتى لو خايف على نفسي اللي يزعلك طيب افتحي الباب بدل ما اكسره اكسره ما انت كده كده اللي هتصلحه اعقل يا سناء عقل ايه اعقل انت والتزم بالتعليمات تعليمات على اخر الزمن هتمشيني على مزاجك ربنا يهديك يا رب ربنا يهديك يا سناء يا سناء الله يسمحك وعرف انك بتطلع لسانك مش ده اسمك يا ثناء ثناء بالثاء ثلاث نقط بقم اربعة من يوم ما اتجوزتك طب افتحي ومش هقعد لك في البيت القهاوي كلها مقفولة هروح الجامع ولا كمان مش عايزاني اعبد ربنا حوش حوش هو انت بترقاها اصلا اشعر رفك دي حاجة بيني وبين ربنا الجوامع كلها مقفولة صلي في قطك قفلتيها في وشي طب هنطم الشباك مش بدل يعني هتنطم زي من الشباك يعني هتنطم من الدور السابع مش بدل ما نطف زمارة رقابتك وارتكب جناية افتحي يا ثناء واقصري الشر ريح نفسك يا مونير مش هتخرج من القوضة دي غير لما تأكد انك سليم ما انا زي الفلة هو ما كانوش عطسطين عطسطوب وبتكوح كمان دي كانت شرقة مش كوحة طب والصدع الصدع ده منك ومن عيالك وزميلك في الشغل اللي كلهم طلعوا ايجابيين واحنا مالنا بالناس خلينا في حالنا مالنا ازاي بس يا مونير ده وباء وبينتشر بشكل كبير جدا بالنفس وانتو عشر موظفين في قوضة يعني القوضة كلها تلاتة متر انا قاعد جنب الشباك من غير كمامة بتخنق من الكمامة بتخنق يا ناس ولا هتبقى خنقة في البيت وخنقة في الشغل عشان خطري ايه ده انا كلمت المعمل وهيبعت النتيجة على الوطس حلو يبقى انزل اشوف اي مصلحة على ما يبعتولك النتيجة براحته اصبر شوية قلتلك ما انا مش هتحبس هنا يا سناء اسمه عزل قلتلك مش حبس عزل منزلي وبعدين احسن ما تكون قاعد في مستشفى اصدك اوفر ربنا يكفي نشر المستشفيات ومصارفها كفاية علينا مصاريف العيال اه اه صحيح هما العيال فين انا مش سامع لهم حس ودتهم عند ماما وقلت لها اني عيان قلت لها ان انت عندك اشتباه وما تأكدناش وهقول لي يعني ان انت عندك واحنا لسه ما تأكدناش يعني فضحتين يا سناء فضحتين زمان امك قالت لعالتكو كلها اني موبوء وليه ما تكونش زمانها بتدعيلك بالشفى ليه بتشك شفى امك عايزة تسمع خبري النهاردة قبل بكرة عشان بنتها تترمل شفتي يعني حتى لو كانت بتدعيلي عشان خايفة على بنتها مش علي انت كل حاجة تعمل منها ازمة مش هتنسى الفلسفة اللي درستها دي بقى انسى الفلسفة الفلسفة دي بتجري في دم يا سناء هي اللي مصبراني على العيشة بس ما بتأكلش عيش يعني الوظيفة هي اللي بتأكل عيش احمد ربنا انك لقيت وظيفة بشهدتك دي الحمد لله بس اللي نفس افهمه ايه علاقة الفلسفة بالتموين لسنسى اداب قسم فلسفة اتعين ادارة اتعين في ادارة تموين اعمل ايه هصرف للناس ازايز فلسفة ولا اعبلهم المنطق في صفايح البطر وحش لولا الوظيفة دي كان زماننا يعني ميتين من الجوع الجوع الناس خايفة من الجوع اكتر من الخوف من الموت مع ان الموت بيرايح من الجوع هي دي كمان فيها فلسفة لا بتكلم بجد لو خيرت اي بني ادم تقوليله تجوع ولا تموت هيختار الموت عن الجوع مع انه خايف من الجوع علشان ما يموتش تناقض عجيب مش فهم حاجة واضح ان انت سخنت من البداية طيب عارفة الانسان كان اصله ايه كان اصله ايه ما انت قلت قبل كده كان اصله ارد لا 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 مش انا اللي قلت ده باروين انما افلاطون قال ان الانسان كان اصله حاجة مدورة كده بطيخة لا حاجة كده ما تعرفيش وشها من افاها مخلوق بوشين واربع ايدين واربع رجول ويمشي ازاي بيتضحر جاني ولا ايه لا على رجليه طبعا وفي الاتجاه اللي يريحه بس المشكلة انه لا كان بياكل ولا بيشرب واكيد ما كانش بيحس بالجوه عشان كده ما كانش فيه لا صراع ولا حروب المال كان بيخلف ازاي بيخلف هو ده اللي شغلك يا سناء لا بجد كان بيتجوز ازاي ما كانش بيتجوز لانه كان شايل نصه التاني معاه على طول فما كانش فيه حاجة اسمها جواز الجواز جي بعدين لما النصين دول انفصلوا عن بعض يعني اتطلقوا اتطلقوا بقولك ما كانش فيه جواز يبقى فيه طلق ازاي مش انت اللي بتقول انفصلوا انفصلوا يعني انقاسموا الهي انشطروا نصين وتاهوا من بعض في الدنيا ومن ساعتها كل واحد بقى يدور على نصه التاني عشان يرجع يعيش معاه ومن هنا اتخلق الحب اصدق اتخلق الهم ووجع القلب والجواز والحمل والخلفة والغسيل والطبيق وعدواد واستنيابت وتخامد يا راجل مفيش فايدة شوف بكلمها في ايه وهي بتتكلم في ايه مش هو ده الواقع يا مونير مش دي حياتنا اللي عايشينها بزمتك مش كان الانسان فضل بحالته المقعوارة لزي البطيخة دي ما يعرفش احسن لوشه من قفاه انتي انتي قلتلي معاك شهادة ايه يا سنة مش فاكرة لا بس انا فاكر معاك اقتصاد منزلي اه منزلي ما انا قاعدة في المنزل هو لا بعمل حاجة ولا بعمل اي حاجة مالك بس انت كويس ما تخفيش اس انا انا كويس قوحتك وحشة قوي عندك دوق قوحة جنب سرير حاضر حاضر هاخده بس المشكلة في الصداع اللي بيزيد والحرارة يعني مش حاسس بحرارة ولا بسخونة انا كويس يا حبيبتي ما تقلقيش حبيبتك يا بقالك كتير اوي ما قلتش الكلمة دي اه معلش زلت لسان اه ما تركزيش معاي فاكر يا مونير اول مرة تقابلنا فيها كنت يعني كانت المرة دي من عشر سنين لا خمستاشر كنا لسه في الجامعة اه انا مونير اه ربع فلسفة وانا سناء ولا اقتصاد اقتصاد وعلوم سياسية اقتصاد منزلي انا 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 معجب بك يا علي للأدب انت كمان ايه انت كمان اه انا انا بتكسف طب ما انا كمان بتكسف هيا كمان الولاد والرجالة بتكسفوا بو هيا بحنا بينموت في جلدنا بس عاملين نفسنا بجحة علشان صورتنا متتهزش قدام المجتمع طب يلا تعالى كلم بابا بقى موسيقى موسيقى موسيقى